النهاردة حبايبي عملت مربة جميلة جدا واقتصادية وبكمية كبيرة يعني زي ما انتم شايفين الكمية خمسة كيلو ولوص بالمربة مربة البرتقان عملتها من اشر البرتقان و اشر اليوسفي مربة اقتصادية جدا جدا وطعمها مفوش اي مرارة خالص فتعبوني عشان تشوفوا بقى ايه الطريقة الصحيحة المزبوطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله مع اسرار الطبخ الاحترافي مع حنان الورائي تعالوا بينا نبدأ الفيديو حبايبي بالصلاة على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام و اقول لكم بقى انا عملت ايه كنت بخزنة في الفريزر اكياس كده من بشر البرتقان وكنت برضو بخزنة اكياس من ايه من اشر اليوسفي فعملت ايه قلت لانا اطلحوا بالدهاردة واعمل بيهم اعمل بيهم بالدهاردة بربا جميلة جدا انا احتاج لكيلو سكر و احتاج لكيس عصير فروتي بالبرتقان وكمية اللي بعاية ديت من البشر البرتقان على اليوسفي انا طلعت الاكياس وفضيتها كده يعني حطيتها في الحلة يعني وبعد كده حطيت عليها مية وغلتها تلات مرات كل مرة كل مرة بغليها بس ما كانتش في شاشة وكان البشر البرتقان في الحلة وحط عليه المية وكل مرة لما المية تغلي ويبقى لونها اصفر فانا بتخلص من المية الصفرة ديت وبكرر حكاية ديت حكاية السلق دي تلات مرات ليه الطريقة دي مهمة جدا اتخلصك من المرارة اللي بتكون موجودة في القشر البرتقان وطبع القشر البرتقان ده كنت بشرت طبقة الصفرة بس مش البيضة انما قشر يوسفي كان بحاله فبعد ما بعمل قطوة الغالية دي تلات مرات واشاء تخلص من المرارة المية دي مش برميها المية دي كنت مخليها اللي انا ورتها لكم في اول الفيديو لان المية دي حعمل بيها طريقة جميلة جدا ان شاء الله كده معاكم بس انا انا بعاير بقى الايه بعد ما بعد ما صفيته من المية السخنة تالت مرة بحط كده يعني كل مرة كنت بحط اي طرحة عندك يعني تكون ضيفة بتحطيها على مصفة وتحط المصفة ديت في الحوض وبعد كده المية اللي هي بتغني مع بشر البرتقان في قلب الحلة بتغديل حلة وتفضيها كده في المصفة اللي انت فرش عليها الطرحة عشان تساعدك البشر برطقان عشان انت مش هترافي تصفي كده الواحده على طول فممكن ينزل من المصفة كده يعني فعلشان ما يحفيش اي حاجة تنزل منه فبتصفيه بشاشة وتحط الشاشة في المصفة وبعد كده بتصفي البشر فيها بعد كل بره يعني وبعد كده بتفتحها عليه الحرفية مية البردة علشان تقسليه كويس وبعد كده عشان لحد المية متاحته ما تبقى الصفرة خالص تبقى بيضة بس هي مية الغالي لتلات مرات دون انا بحتفظ بالمية ديت مش بتخلص بالنفر الحوض لان المية دي بتكون مركزة وهتنفعلي في وصفات جميلة جدا هنا بعد ما عيرت معاكم الكمية البشر بالكوباية عشان تبقى انتوا عارفين انا استخدمت كام كوباية وكيلو سكر وكيس عصير فروتي وعن استخدم رشة من ملح اللموني وبه هي دي كده مكونات المربة معايا فهي الطريقة سهلة وبسيطة جدا بس الخطوات اللي انا بقولك عليها دي دي اسرار الطبخ الاحترافي مع حنان الوريائي عتخلي المربة تطلع معاكي مفيش اي مرارة فيها خالص والطعم بتاعها بسكر وجميل جدا برغم اللي احنا مستخدمين على كمية البشر اللي انتوا شفتوها دلوقتي هو كنه سكر واحد لان احنا عارفين بشر ببرتوان او اشر اليوسفي لو انت بعملتيش الخطوة اللي انا بقولك عليها دي سرق القشر تلت برات واتخلصت بالباية عشال البرارة وبعد كده بتشوفيه بمية بردة لحد المية ما تبيض معاكي خالص ومايباش لونها اصفر فدي اسرارة هتخلي المربة تطلع معاكي حلوة جدا نا متعامها جميل جدا وكمان مش هستخدم فيها عصير برطقاء نا انا عاملها لكم بطريقة اقتصادية جدا نا كمان اي حد يدوق المربة دي بعد كده فمش هي يعني ما فيش حد هيتخيل اللي دي معمولة من البشر البشر برطقان او اشر اليوسفي فدي طريقة اقتصادية جدا جدا وانا بعملها عندي على طول وطبعا يعني احنا عارفين الفوائد المربة دي بتبقى لها فوائد جميلة جدا لان اشر برطقان بيحتوي على فيتامين سي فهي المربة دي جميلة جدا جدا نا نا بعد ما حطيت المكونات بقى كده مع بعضيها بدأت بقى ايه حطيت الحلوة على البتجازة وباسبها لحد ايه ما تبدأ اللي هي تغلي ايه ايه وبعد ما تبدأت ايه يعني ابدا اللت ايه هاcons ايه امسيكوا كده ايه لحد المربة كده اي ايه يعني ما تبدأ اللي هي القشر يستوي اكتر يعني. بعد ما يحس القشر كده هو تأجي امسكه كدهوت احس اللي هو يعني بيتهاري كدهوت. في خطوة دي تحضرب المربف وخلط. لان انا عايزة انا عامها. لو انت مش عايزة نعمية وعايزة تسبيها زي ما هي كده فممكن. نعم. تسبيها بشر كده يعني فممكن. نعم. بس انا بحب لان انا عامها خالص عشان تبقى شبهها بالمربف الجاهزة بالزبط. دي طريقتي على فكرة ودي الطريقة اللي انا بعملها على طوق. من اشر بورتوان سواء كنت عاملها باشر اليوسفي في فيديو في القناة عندي. قرأتي على اليوتيوب اصرار الطبخ الاحترافي مع حنان الورائي كنت عاملها باشر اليوسفي بس. بنص كيلو من اشر اليوسفي وعملتها وكانت جميلة جدا جدا. نعم. فانا بعملها لكم بكزة طريقة. المرة دي عاملتها يعني اشر يوسفي على اشر بورتوان كنت بخزره في الفريزر وقلت لانا استغل لهم. وعمل بيهم المربة دي. فهتنفع جنب افطار جنب عشرة مع حتة جبنة. فعاتوا بقى جميلة جدا وحاجة كده خفيفة يعني. يعني. يعني عشان كده حبيت لانا اشارك معاكم الوصفة النهاردة. وعملتها في القناة بكزة طريقة. يعني. عتلاقوا موجودة في القناة بكزة طريقة. فطريقة اللي تعجبكم تقدروا لانتو ايه تعملوها. واشوفوا كده عتلاقوا في القناة كده وصفات كتير جدا لانا عبلاها. وكلها وصفات اقتصادية جدا جدا. نعم. يتنفع اي ست بيت اللي هي تعمل الوصفات ديت لأولادها. في ناس كتير بتتخلص من اشر بورتوان و اشر يوسفي في الزبالة. بس ما عرفوش اللي هو كنز فعلا. واحنا ممكن نطلع منه وصفات حلوة جدا. نعم. نقدمها لأولادنا. وفي نفس الوقت عتفيد أولادنا وتفيد جسم. وتفيد كبان جسمه. ما. هنا بدأت المربة اللي هي تغلي معايا زي ما انتم شايفين. نعم. آآ. حابدها بقى ايه. اسيبها تاخد يعني غلوتين كده. وبعد كده اضربها بقى فوق خلاط. آآ. وحاول لكم برضو انا باضربها فوق خلاط. انا كل حاجة بصورا لكم في الفيديو النهاردة. آآ. ليه علشان عريسنا بقى الجداد اللي لسه بيتعلمهم الطبخ وكده. فيستفدوا يعني يبقوا شايفين الحاجة كلها قدب الدهم فيقدروا اللي هوب يعملوا يعملوا المربة ديت. آآ. ويتعلموها بكل سهولة يعني. آآ. هنا هو تبقى ايه? انا ببدأ لو فيه ريم طالع كده. آآ. على الوش المربة يعني. فبتبدأ ان انت بتشيري. بس زي ما انتم لاحزين هتلاحزوا اللي بفيش ريم عندي في المربة. ليه? لان انا كنت سالة القشر ثلاث مرات. فالآآ. مربة ما فهاش يعني ما طلعتش ريم ولا طلعت اي حاجة. لان انا طبع خدتها ثلاث مرات سلء القش. وآآ. اتخلصت من المياه السفرة. وبعد كده. آآ. شطفت. آآ. حطيت البشر برطقام في شاشة. يعني طرحة كده نظيفة. وربطتها كويس. وبعد كده. مليت علبة في الحود فيها مياه. وبعد كده. آآ. حطيت فيها بقى الشاشة اللي كان فيها البشر. وانا ربطتها كويس. وحطيتها. في قلب علبة فيها مياه في الحود مياه نظيفة. وكل المياه دي ما تنزل لغب اصفر فاتح. فبتخلص بدها. آآ. لحد المياه ما تكون بيدا بقى ايه معايا تماما. إنما المياه المركزة اللي انا خدتها من الغال. يا من غالي القشر يعني. آآ. ديت المياه ديت حستخدمها في قناة المنظفات متاحتي. وحعمل بها وصفة جميلة جدا جدا. آآ. آآ. ووصفة جديدة كبان. يعني حد ملكم حصري. وان شاء الله كده. والأول مرة على اليوتيوب. محدش شاف الطريقة دي قبل كده. فأتمنى اللي انتم تتابقوني كده. آآ. على قناتي. قناة المنظفات متاحتي. آآ. قناة الاولانية. منظفات اقتصادية مع حنان الوراقي. وقناتي التانية. ملكة المنظفات والتوفير حنان الوراقي. حتلاو فيها وصفات آآ جميلة جدا. وهنا بقى انا بضرب المربة كده. علشان انا طبعا. هي لحد الخطوة دي ما هي مخلصية شرسة. حضربها كده هوت. لحد ما تبقى آآ. 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 خالص. وآآ. وجبت علبة عشان المربة اللي انا اضربها فوق خلط. احطها في علبة. وابدأ لنا ياخد من آآ. اخلص الكمية بقى اللي معايا في الحلة. وبعد كده. ارجحها الحلة تاني. وحطها على البتاج عشان تكمل السوة متاحة. بس عشان خطوة دي عشان انا عايزة المربة تطلع معي نعمة خالصة. آآ. فطبعا تتابعوا الخطوات اللي انا بعملها ديت. آآ. عشان المربة تنجح معيك. وتبقى تبقى جميلة جدا. طيب حتقولوني آآ. آآ. كمية آآ. بشر برطقان او آآ. او آآ. اللي انا كنت شايلان في الفيريزة. يعني هما دول كده حوالي قد ايه. يعني آآ. تقريبا كده هوت يعني حوالي كده. رابع كده من آآ. من آآ. من آآ. من آآ. بشر برطقان على آآ. آآ. زا ما انتم شايفين الخطوات سهلة وبسيطة خالصة هي. آآ. كده بقى ايه. انا كده خلصت خلص. دربت اللي بربة كلها كده في قلب آآ. آآ. كويس جدا. نعم. وده واتي بحط بقى ايه اخر حاجة دربتها كده. آآ. آآ. اللي هي مربة البرطقان حطيتها في الحلة. وآآ. حنفضي بقى ايه. الكمية اللي انا ضربتها من مربة البرطق اللي كانت في العلبة. آآ. آآ. في الحلة. وآآ. بعد كده آآ. حمدا بقى ايه. لانا اجيب بس شوية مياه صغيري. لعشان احطوه في شفشأ الخلط. عشان اخد البوائل بربة اللي فيه. وحطها بقى آآ. آآ. وحط الحلة ديت على آآ. 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 واسمه على نار هادية. آآ. لحد ما تكمل السوا بتاعها. آآ. طبعا ما تخلاش اللياتو بقى تقيلة معاكي جامد. آآ. آآ. فهي. آآ. يعني لو لقتيها اللي هي محتاجة. آآ. انا حطيت شوية مياه في الشفشأ اهوت عشان اخد البوائل اللي فيه. فهي لحد الخطوة ديت انا عايزها اللي هي آآ. يعني تستوي آآ. وتاخد عود كويس كده على البتجازة. آآ. آآ. فلو حسيت اللي هي آآ. يعني المربة لقش البرطقال لسه ما استواش مثلا. آآ. وهي قربت تقعد كده معاكي. يعني قومها تقيل شوية. ففي الخطوة دي. يعني. أنا عايزها اللي هي. يكون يستوي معايا تبابا يعني. يعني. فانا ملعت البتجازة هوت. وممكن. بقى لا احط لها يعني كوباية او كوبايتين من المياه. عشان اسيبها اللي هي تستوي كويس والاشري احس اللي هو آآ. يعني. يعني. اتأكد اللي هو استوى تبابا يعني. 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 يعني وعين بفضل لي حاجة. بكده بحط يعني شوية مياه هوت. زي بنتو شايفي. وبعد كده حب أفضل لي آآ. يعني. آآ. نص معلقة كده صغيرة او ربع معلقة كده صغيرة من ملح اللمون ملح اللمون عشان هيبقى مادة حفظة يعني عنحط نص معلقة كده صغيرة من ملح اللمون او ممكن تحطي عصير لمونة عشان تبقى مادة حفظة زي ما انتم شايفين حبيبي الخطوات خطوات سهلة وبسيطة هي كده خلاص خلصة باعيه دوقتي ما ايه مجاهزة البرتمونات البرتمونات تكون غسلها ومعقماها كويس وبعد كده يعني بتكري غالية مية والمية ديت يعني تكون يحط فيها كده شوية كده ربع فجال كده بالخل وبعد كده بتنزيل البرتمونات ديت فيها وطلعيها وبعد كده بتسيبيها كده على فوتا نظيفة ولحد بيصفوا ميتهم ايه تماما نعم وبعد كده بنعبي فيها بالعبي المربه وهي سخنة بتغني يفعل بالبرتمونات على طول ونقف البرتمونات على طول بسرعة وبعد كده بتجيب بقى مية في علبة او في صانية ونبدأ بمية بردة ونحط البرتمونات فيها الخطوة ديت طبعا مهمة المية دي لما تحس اللي هي بقى الدافية معاكي وسخنة انا كده عبت كمية المربه كلها عيد زي باتوا شايفين طلعت باسم الله ما شاء الله يعني خمسة كيلو ونص كده من المربه واللي فضل باعي كمان حطيتهم في طبق يعني هي كمية كلها يعني طلعت باعي حوالي نص كيلو كمان طلعت باعي ستة كيلو من المربه يعني اللي موجودين في الطبق كمان يعني كل الكمية طلعت باعي ستة كيلو من من مربه البرتقان وبطريقة سهلة وبسيطة هي طبعا انا دواتي بعد ما البرتمونات بتبرد تماما فبتطلعيها بقى ايه من المية وبتنشف البرتمونات كده من المية وبعد كده بتدخليها بقى ايه بتحتفظ بيها في التلاجة بتقود معاك بفترة طويلة جدا بس لما تيجي تفتحي البرتمونات وتاخدي منه طبعا ايه ما تفتحيش البرتمونات كلها برا واحدة انتي بتفتحي واحد بس وتاخدي منه لما يخلص بتفتحي بعد كده اللي بعده ممكن تستخدبيها في وصفات ممكن تعملي مدها وصفات يعني ممكن تعملي مدنها كيكة البرتقان او ممكن مثلا تعملي بيها البستفرورة ممكن تدخليها في وصفات يعني بتكون محتاجة منك مربة فممكن انتي ايه تستخدميها في وصفات ودي كده شكل المربة قربت لكم الكاميرا هيت عشان تشوفوا شكل المربة مربة البرتقان من اشر البرتقان و اشر اليوسفي مربة جميلة جدا وطعمها جميل جدا وما فيوش اي مرارة خالص في المربة فجربت طريقة ديت حبيبي لان الطريقة دي طريقة اقتصادية جدا جدا وسهلة وبسيطة واتمنى انتو تكونوا استفدتم النهاردة بالفكرة يعني ولو استفدتم حبيبي فضلا وليس امرا ما تنسوش كده اللي انتو تشجعوني وتدعموني باللايك والشير عشان الفيديو دا يوصل للناس كتير اللي هي تشوف الطريقة وتستفد منها وما تنسوش كده ليتو تشاركوا فيديو مع الذكائكم عشان كل الناس اللي هي تستفد بالطريقة النهاردة وكده انا وزعت بس البرتقان كده على الرخامة عشان اواركم شكل البرتقان يبا كده الكمية اللي طلعت معي النهاردة ستة كيلو من مربة البرتقان شكرا ومشاهدة السلام عليكم